اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الاستضافة اللطيفة وانا دكتورة وليس طبيب عشان خلي الأطباء ما يزعلوا منها المزبوط انا بشكرا كثير على التقديم انه بالفعل انت حطيتي الكلمة بالطريقة الصحية الجي او التحالب هي غذاء المستقبل بكل اختصار يعني غذاء المستقبل ويمكن يعني مبارح بس حكينا على الموضوع انا كنت من الاشخاص الكثير مستغربيين انه هالقد التحالب ممكن يكون فيها قيمة غذائية خلينا نحكي عن التحالب يعني هي دائما مثيرة للجدل بين انها من النباتات او من عالم الحيوانات خلينا نحكي شو تعريفها يعني بشكل علمي وطبعا نركز على فوائدها تمام خلينا نحكي لك شوي بس التحالب هي يعني كائن موجود الى في العالم حوالي ثلاث ملايين سنة ونص يعتقد بشكل كبير انه اول كائن على الارض هو كان التحالب وهو اللي حولها من ارض غير قابل للحياة الارض قابل للحياة بانه هو بيمتص التاني اكسيد الكربون وبصدر الاكسوجين بشكل كبير فهو يعتبر مور لس بداية التواجد على الكوكب وحاليا لما يطلعوا على كوكب اخرى يفتشوا ايش فيه عليها هل فيه احتمال حياة او لا فذي لك للتحالب هلا التحالب اللي احنا نحكي عنها هو نوع معين من التحالب اسمها غرين بلو الجي او التحالب الخضراء المزرقة هاي بعتبروها سيانو بكتيريا نوع من السيانو بكتيريا المميز الكبير فيها انه هي فيها صفات النباتات وكمان فيها بعض صفات المملكة الحيوانية فاحنا كانسان اللي بيستهلك الامور النباتية والحيوانية بكون يعني هاي بتفيدنا بشكل كبير هلا انتي ذكرت جملة لطيفة كتير انه هذا غذاء المستقبل وهذه بالفعل انه هي جملة اليونيتد نيشنز عادة تحكي فيها اول مرة لقوا التحالب كانت بالسكستيز عالم فرنسي كان في منطقة في بحيرة شاد اللي هي بحيرة قلوية وانتبه انه الناس هناك بجمعوا هالمادة الخضر عن المي بجمعوها زي يعني قطع كبيرة وبيبيعوها بالأسواق وبيستهلكوها كتير النساء الحوامل والمحاربين اللي عندهم وبعدين لقوا نفس الشيء في حضارة الأستك والإنكا نفس الشيء في بحيرات لما حللوها بشكل أكبر وجدوا انه هاي الطحالب اللي هي السبيرولينا اللي احنا عم نحكي عنها بذات فيها أعلى تركيز من الفيتامينز المنرالز الأحماض الأمينية بيتامينات والمعادن وكل شيء بيتامينات من الأحماض الأمينية أحماض دهنية كمان فيها مضادات أكسدة بشكل عالي جدا هلأ هذا الكلام صار عليه ريسيرتشز إذا بتدخلي في النت بتلاقي لك في أكثر من أربعة ألتف ريسيرتش مختلف بمجالات متعددة والمظبوط إنها مذهلة يعني بتوصل تبدي من ناحية إنه نسبة الحديد فيها عالية جدا تمنع الأنيميا تدخلي في أمور اللي هي الانتي كانسر ضد السرطان إحنا رح نحكي يعني بالتفصيل عن هوائدها بس طبعا إحنا بالضبط يعني الوقت أصير فبنا نحاول بس مثلا هلأ أنا وبدأ أحط حالي مكان أي شخص عم بحضرنا لما نسمع تحالب منحس إنه حكي جديد علينا مين بدي يروح يسأل عن التحالب أو يعتبر إنه التحالب فيها فايدة ولكن إحنا بنحكي عن مكملات غذائية مأخوذة من التحالب وهي تعبق عم بيكون هلأ في مزارع أيضا تحالب وأول مزرعة تحالب عندنا في المملكة تحكي لنا شوي عن المزرعة وبحب كتير بحديثي إنه بالفعل أركز على الفوائد لأنه عم تحكي عن كل الأعمار ممكن ياخدوها مفيدة جدا ومننتصها أكتر من مكملات الغذائية الكيموية أو العادية المتعارف عليها كلام صحيح هلأ إحنا بدي أحكي كمزرعة إحنا مزبوط أول مزرعة في الأردن والعالم العربي بس عالميا في أكتر من عشرين دولة فيها مزارع أكبر منتج حاليا هو في الولايات المتحدة في منطقة كاليفورنيا جنوب كاليفورنيا في مزرعة ضخمة جدا كمان من أكبر المزارع هي في هواي يعني صور ما بعرف إذا رح يكون هلأ رح نستعرضوا صور جاهزين هادي عنا هاي من مزرعتنا هاي من الأردن من صحاب تحديثنا وليس من مزرعة هاي من صحاب هلأ الفكرة كانت أنه إحنا كيف نحاول أنه نأقلم السبارولين أنها تعيش في منطقتنا بدرجة حرارتنا بنوع الجو اللي عندنا بالأسمدة الموجودة عندنا بنوعية المياه وما إلا ذلك فالمظبوط إحنا عملنا ريسيرتش حوالي سنتين كان بساعدني فيه المهندس جلال المحتسب رح تشوفوا صورته هلأ في بعض الصور بدأنا من عينات جمعناها من كل مناطق في الأردن عشان نبحث إذا فيه سبارولينا موجودة في الأردن وكمان جبنا من في ديبو لكل أنواع الطحالب اللي في العالم في تكسس جبنا من هناك هلأ هادا وين؟ هادي بسحاب هادي بسحاب هادي البراكة الصغيرة اللي بدينا فيها طبعا أول إشي بدينا في المختبر لصور اللي شفتها بالسابق بعدين بدينا في البراكة الصغيرة بس هيريت يمشوا لأنه بالضبط هاي البراكة بعد الزراعة إذا شايفين عملية تحريك بنعمله تبادل الغازات بحيث أنه هي تصدر الأكسجين وتأخذ السي أو تو بشكل كبير هاي البراكة الكبيرة البراكة الكبيرة حوالي 60 متر طولها 7 متر عرضة حاليا في عنا خمس براك فانكشنينج هلأ رح يجي صور كمان تاني هاي أثناء الإعداد رح يجي صور تاني للبراكة اللي موجودة عالميا نحن بالأردن لسه مش متعودين على فكرة ألجي أو طحالب بس هي في كالتشورس كتيرة موجودة من أكتل كالتشورس تستخدم هذا الأمور مثلا اللي هي اليابان أو الصين وبتلاحظة أنه اليابانيين شرق آسيا صحتهم كتير أحسن من صحتنا يعني في كل معدلات الصحة والشيخوخة اللي بتكون يعني بنشاطها والشيخوخة متأخرة كلها بتكون موجودة عندهم وهذا بشكل كبير بعزول للطحالب صحيح يعني إحنا بس نشوف الصور منشوف تقنيات ومنشوف يعني مجهود كتير كبير فأكيد من إيمانكم بهمية التحالب تم الموضوع وتم العمل على مزرعة التحالب صحيح هو الأردن يعني إحنا زي ما أنت عارفة المجالات الاقتصادية اللي عنا لازم نكون يعني جدا أذكياء باستخدامها لأنه إحنا مش متميزين بسعر الطاقة ولا بسعر المي ولا بأي شيء من هذا القبيل فالواحد دايما بفكر على بفتش على شيء جديد اللي يكون فيه رائد في المنطقة بحث أنه يعطي أدد فاليو وهذا اللي إحنا حاولنا نعمله نظرا لأنه ما كان فيه بنية تحتية للريسرش في هذا الموضوع فاطرينا نعمله بشكل كبير بس الحمد لله وصلنا للتأج ممتاز جدا إحنا حاليا ننتج بسعر مساوي للسعر العالمي أو أقل وبننتج بكميات جيدة الحمد لله وقدرين على بيعها حاليا البيع كله بيكون عن طريق الأطباء أنا هاي اللي بدي أحكيها لكن نروحك برضه بخلال الصور على جولة بين مزارع بالعالم حضرت لنا إياهم يعني أنت بتعتبر أن المزرعة اللي صارت موجودة عندنا بالأردن والأول من نوعها بشرق الأوسط بالضاهي المزارع من حول العالم صحيح؟ كنوع الإنتاج والكمية اللي أعمال لم نأخذها من المتر المربع الحمد لله إحنا بن ضاهي هذه مزرعة بجنوب أمريكا إذا شايفين المساحات الكثير كبيرة طبعا إحنا كل بركة عندنا حوالي نص دنم مساحتها هم بتوصل مرات لعشر تالاف متر مربع وإن شاء الله في المستقبل رح نوصل لهذا الكلام بس تصير معروفة أكتر في الأردن والمنطقة صحيح هاي المزارع الموجودة بهواي وبتلاحظه كمان في ألوان من التحالب لأنه التحالب كمان في أنواع مختلفة ممكن أنه الواحد يأخذ منها صبغيات مختلفة للصناعات الدوائية وبردو إحنا بدأنا نتكلم في هذا الكلام هلا مثلا كل المزارع اللي عم نشوفها هذا بأستراليا تعتبر من نوع واحد من التحالب لأنه في عدة أنواع هو فعليا في نوعين رئيسيين في نوع في المناطق الدافئة زي الأردن إحنا بنعمله اسمه سبايرولينا وفي نوع في المناطق الباردة اسمه كلوريلا فهم نوعين أساسيين السبايرولينا اللي هم ميزات أكتر أنه فيها نسبة الفايبر أعلى فكمان اللي هم ميزات الألياف اللي هي مساعدة عمليات الهضم هاي في الهند هاي حبيت أحطها صورة عشان شوف أنه حتى سمول سكيل يعني مش بضرور تكون مزارع ضخمة جدا في الهند بعض القرى بتقوم بعمل هذا الكلام وبتشوفه فرق كبير بصحة الناس الموجودين في هذه المناطق طيب هلا هي كتكلفة مادية كمكمل غذائي زي الطبيعي اللي احنا متعودين عليه أقل شوية أقل شوية طيب الفوائد يعني أنت لما أمنت بهذه الفكرة طبعا بمجهود كمان جماعي مع مجموعة من الأشخاص أنت متأكد أنه هي بالفعل بتفيد كل شخص صحيح شو مكان عمره فبالضبط لو نحكي عن الفوائد وخصوصا الامتصاص قديش امتصاصها كمان أسهل من غيرها صحيح خليني أحكي لك أول إشي هي فوائدها بتعتمد على إشي المواد الموجودة فيها الاسباريوني فيها أعلى نسبة بروتين الامتصاص نسبة الامتصاص فيها حوالي 70% من البروتينات الموجودة فيها اللحمة بنحكي عن 15-20% فبالنسبة لكبار السن أو للأطفال هاي شغلة كتير مهمة لبناء البروتينات بالجسم لأنه الكبار بالسن بتقل امتصاصهم وبضعف جسمهم زي ما بتلاحظوا عليهم بالنسبة للفايتامينز فيها أعلى مصدر فيتامين اي أو برو فيتامين اي بسموه البيتا كاراتين عم نشوف على الشاشة الفوائد أو المكونات الموجودة هاي اللي هي بي 12 مثلا إذا بتلاحظي نسبة الاسبارولينا اللي بتعطيها بنفس الكمية مقارنة الناس بفكروا عادة بي 12 بكبدة الخروف مثلا صحيح احنا بنعطي حوالي 6 أضعاف البي 12 الموجود بكبدة الخروف من يعني per gram يعني gram per gram رح يكون في صور تاني أتوقع على نسبة الحديد اللي هي اشي كتير مهم هالبيتا كاراتين اللي هي مضادات الأكسادة البيتا كاراتين الجسم بحولها فيتامين اي وهي من أهم مضادات الأكسادة حاليا ويعتقد انه طبعا بتفيد بكتير شغلات مضادات الأكسادة منها اللي هي التجعيد والبشرة وهي الأمور كمان اللي هي للكانسر وتخفيف المشاكل بتصير في الدياني وبتسبب الكانسر طبعا عنا الفيتامين اي فيها من أعلى السورسز الموجودة الحديد اشي كتير مهم نحكي عنه لأنه السبارولينا فيها نوع من الحديد اسمه فريتين اللي هو موجود عادة في كبد الحيوانات وليس في النباتات وهذا نسبة امتصاصه كتير أعلى وبظهر على الشخص بنشاطه وبقوته بعود الدمه لطبيعته بشكل سريع جدا يبحثن كمان من الدم طبعا الناس باكلوا عادة كبجة الجاج أو باكلوا سبانخ إذا بتطلعوا سبانخ آخر يعني احنا بنحكي عن مئات الأضعاف بالسبارولينا مقارنة بالسبانخ نعم نشوف الأخضر الأغذية العادية نتعودين عليها ومن التحالب ايش ممكن ناخد وهذا كله بناخده بمصدر مركز جدا في عبارة أنا بحب أحكيها أنه وكالة ناسا لما بتفكرنا إيش بدها تزرع في عند رواد الفضاء في السفرات الطويلة فكان أهم شي عم بفكروا فيه هو السبارولينا هم حاليا عم بيستخدموه في أغذية الأسترونوت عم بياخدوه في مزرعة من اليونان بياخدوه منها لنسبة الفيتامينزونيرالز العالية فيه لأنه هم بيحكوا لك أنه 1 كيلو جرام سبارولينا الكيلو الواحد يعادل طن من الخضار والفاكهة من ناحية الفيتامين الفيتامينات المعادن مضادات الأكسادة وما إلى ذلك فهو مصدر كتير كتير مركز وكتير صحي وآمن كنت بحكي لحضرتك أنه في أميركا يعتبر بيسموه تصنيفه اللي هي اختصار يعني هذا الشيء يستهلك إله من ألاف السنين وما إله أي أثار جانبيا يعني هلأ يعتبر بما أنه إشي جديد والناس بيخافوا أنه إله مضار صحيح لا يعتبر أنه من الأشياء لا إله مضار ما فيه ما بتفعل مع أي شيء من الأدوية اللي بياخدوها طبعا إحنا دائما نحكي المكملات الغذائية دورها التكميل هي مش دواء طبعا هي تكميل طبيعة الغذاء اللي باخدو الناس طبعا إحنا كلنا للأسف غذائنا طريقته سيئة إذا كنا شباب صبايا مراهقين أطفال مش عملنا بنا نأكل السيدات بيشعروها بشكل كبير لأنه لما يظلهم يعملوا حميات مختلفة مرة بروتين عالية مرة كاربوهادرات عالية مرة يعني كل هاي الشغلات فهما بيفقدوا جسمهم جزء كبير من الفيتامينات والمعدن اللي هما بيحتاجوها وهاي بتعوضهم بطريقة آمنة وفري لو كالوري يعني أنت بتحكي على شيء قليلة الثلاثة طب قدي كم حبة مثلا باليوم آخر سؤال ما في مشكلة هلأ عالميا بيحكوا لك أنه للأطفال وأنا بيعطيها لأولادي حكتي لي 9 شهر حتى أولادي 9 شهر لأنه فيه فوادي كثير ما حكينا عنها وإن شاء الله بسحله في مرات قادمة لازم الأحماض الدهنية الموجودة فيها الحمد لله ساعدت ابني أنه يخلص من كل مشاكل الأكزيمة اللي عنده وهي بتساعدش المراهقين يخلص من حب الشباب وبتخفف كمان أثار التجعيد وما إلى ذلك ساعدتني بالنسبة للوالد كمان اللي بتعالج حاليا كيمو ثرابي عم بأخدها للنشاط لأنه بتعطي نشاطه حيوية كبيرة كتير مش مصدرها كفين مصدرها أنه جسمك عمالك تعطيه كل الفيتامينات والمعادن اللي بتحتاجيها فبتحسيها بنشاط كبير يعني إذا ما نقتصر نحكي هي مناسبة لكل الأعمار مناسبة لكل الأعمار وتحسن من أداء الوظائف بالجسم وكمان بدي أركز على نقطة أنه أنتو توجهكم للأطباء والصيدليات يعني مش موضوع تجاري لو أنه يعني ما فيه فايدة ومش مثبت طبيا أكيد الأطباء مش راح يكتبوا بوصفة حاليا عماله إنك بوصفات طبية وعماله يصرف في الصيدليات بشكل كبير يعني مشكركم على أهل الفكرة اللي رب تساعد كثير أشخاص وإن شاء الله بصحلنا مرة تانية نقعد معكم نحكي عن المنتجات التانية مثل ستيفيا وعدة منتجات منناها شكرا إليك دكتور سامي كمان موذيك لكم منلات غدائية شكرا لحضورك معنا شكرا إليك تسلامي